حكومة اليوم أكدت الإدانة والسنكار الشديدين لهذا السلوك والعمل الإجرامي الإرهابي تنويه بالسرعة واليقضة والفعالية لأجهزة الأمنية التي اشتغلت فوقت وجيز وتمكنت من إلقاء القبض على الجنات المشبه فيهم ارتكاب هذه العملية المغرب بلد آمن مستقر سيبقى كذلك بحفظ من الله وبجهود مؤسساته الدينية والأمنية بمختلف أنواعها وجهود كافة الفاعلين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره هنا أيضا ينبغي التأكيد على أن تحقيق القضاء يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وسيتم إطلاع الرأي العام بكافة النتائج المتوصل إليها بخصوص ملابسة ارتكاب هذا الفاعل الدوافع والخلفيات المرتبطة به بخصوص أيضا الكيفية التي حصلت بها وبخصوص أيضا تحقق من فرضية الدافع الإرهابي والتي تدعمها لقرائن ومعطيات إجراءات المحت ليقضى سيد الوزير المصالح الأمنية؟ هنا أيضا ينبغي التأكيد على الصمرار وتعزيز ليقضى الأمنية لمختلف الأجهزة والمؤسسات الصاهرة على حفظ أمن وسلامة الوطن تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله هذا عمل للمغرب متميز به وهذا الحدث لن يضر من تميز بلدنا بأمنها وستقرارها النشاط السياحي هل تضرر أو لا هو مستمر سيد وزير؟ النشاط السياحي مستمر لا يمكن القول بأن هناك تراجع لا بد من تنويه بإقدام عدد من السياح على زيارة تلك المنطقة ليست هناك تقيدات على السياح الحمد لله بلدنا كما قلت كما كان وكما هو الآن وكما سيبقى بإذن الله آمنا مستقرا